إننا في التجمع الدستوري شأننا شأن باقي الفرق والمجموعة النيابية المشكلة لهذا البجلس حتى لا نبخس الناس أشياءها ندعم كل مبادرات الحكومة الرامية إلى الزيادة في الميزانيات القطاعية الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم باعتباره الأولوي التاني بعد القضية الوطنية إلى أننا سيد رئيس حكومة نجد صعوبة في فهم واستيعاب التعطرات التي عرفها مسار المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وكنا نتوقع سيد رئيس الحكومة بالنظر لراهنية وأهمية هذا الورش الهام أن تفردوا له مجالاً واسعاً في معرض تدخلكم الأخير بمناسبة تقديم حصيلة عمل الحكومة باعتباره أحد أهم حلقات الإصلاح العميق لمنظومتنا التعليمية إن المجهود الذي تبدله بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسف لا يكفي لسد الخصاص الاجتماعي الذي ينتج مختلف الظواهر الاجتماعية كالهضر المدرسي ومحدودية بنياتنا الاقتصادية والتعليمية على الإدماج وتفاقم العجز على مستوى التوجيه والإرشاد مما يعمق هذا الخصاص الذي أصبح يتزايد يوماً بعد يوم أمام تصارع آلة الزمن التي لا ترحم ولا تقبل أي تبرير أو مسوّغ بل تنصاع أمام الفعل والقدرة على امتلاك الحلول والإجابات على الأسئلة المطروحة وأمام هذه الوضعية فإن أي تأخير في إخراج هذا القانون الإطار يعني استمرار نزيف الهضر المدرسي وتخلف المنظومة التعليمية واستمرار المدرسة في تخريج أجيال من المعطلين ترجمة نانسي قنقر